موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين في كل مكان اهلا بكم الى جولة جديدة في سودان هذا المساء نستهلها بالعنوي دعيم حزب الامة القومي يطالب بعقد مؤتمر دولي لدعم السلام والتنمية في السودان المجلس السيادي الانتقالي يؤكد ان قضايا التعليم على رأس اولويات الحكومة الانتقالية ممبر السودانيين الوحدويين يؤكد حرصه على دعم الاستقرار بمنطقة ابيعي موسيقى اهلا بكم مشاهدين اكد زعيم حزب الامة القومية صادق المهدي دعم ومساندة الحزب للثورة التي حققت اهدافها وازلت النظام السابق وقال صادق لدى مخاطبته جمعا من المزارعين بدار الحزب في ود مدني حاضرة الجزيرة ان الحزب قدم الشهداء وعارض النظام الانقاذ لثلاثين عاما واضفا المرحلة المقبلة من الثورة سنوافيها بالدعم والمناصحة مشيرا الى ان هناك مورثات من النظام السابق يجب ان تقاوم وان النظام المخلوع ما يزال موجودا ولابد من تصفية التمكين واضفا النظام السابق دمر مشروع الجزيرة بصورة ممنهجة ويجب العمل بصورة عاجلة على تأهيل المصانع والمحالج والمشاريع المروية بالمشروع ودعا الى التعاون والاستعداد للانتخابات وتقديم الاكثر تأهيلا وتعليما لتحقيق مصالح الشعب نحن اذا علينا ان نستعد الحملة الحالية حملة استثنائية يقوم بها حزبنا تعبويا وتنظيميا وإعلاميا ودبلوماسيا وفكريا في كل جوانب لنكون السد الشعب المنيع لحماية هذه المرحلة ولبناء المرحلة القادمة الانتخابات العامة الحرة المنتظرة الى ذلك طالب ممثل المزارعين بتكوين لجنة لتحقيق في قضايا الفساد بمشروع الجزيرة وتخصيص محكمة خاصة للمشروع وإلغاء نظام الزراعة التعاقدية مع ضرورة إعادة النظر في القوانين واللوائح السابقة التي تحكم المشروع وإعادة الممتلكات المنهوبة بحسب تعبيره أصحاب الملك الحر والنظر بالإيجار وتحديد الملكية وأن تكون لجنة غانونية لحصم امتلكات المزارعين وأسهمهم في المؤسسات المالية والبنوك وشركة الأقطان وفتح ملفات الفساد والاختلاس والنهب الذي طال كل شيء في أصول المزارعين وتقديم النجاء الجناه للعدالة واسترداد المنهوبات الله أكبر ولله الحمد هذا وطلب زعيم حزب الأمة القومية صادق المهدي خلال زيارته لولاية الجزيرة طالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي لدعم السلام والتنمية في البلاد وقال لدى مخاطبته جماهير الجزيرة بمنطقة الحاج عبدالله إن الحزب يدعم مؤسسات الحكم الانتقالي ويسعى لترتيب انتخابات حرة ونزهة ختافات استقبلت بها جماهير ولاية الجزيرة بمنطقة الحاج عبدالله زعيم حزب الأمة القومية صادق المهدي في زيارة قل ما توصف بأنها استثنائية بحسب اللجنة العليا للنفير التي يقودها الحزب الصادق المهدي نادى معاونه للالتفاف حول أفكاره وبرامجه التي تشكل ضمانا للشعب السوداني الحبيب الإمام الآن ينادي بتحالف للحرية والديمقراطية والسلام والتنمية والأخاء هذا المشوار وهذا النداء إذا لم نصطف معه وإذا لم نقاتل دونه فإن كثيرين من المتربصين يظنون أنهم يستطيعوا أن يطفعوا نوره مشروع الجزيرة وتهميش الوسط أبرز الأجندة التي تناولتها غيادات حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة مطالبين في ذلك بإصلاح المشروع وكل الأقسام التابعة له مؤكدين وقوفهم ودعمهم ومساندتهم للحزب وبرامجه إن حزب الأمة بولاية الجزيرة كغيره من بغي الولايات عانى في الماضي من شحة الإمكانيات ولكننا استطعنا أن نطوع كل الظروف ونسخر ما لدينا من إمكانيات أول للتواصل الاجتماعي لأنه أساس هذا العمل وأعتقد أننا قد نجحنا إلى حد كبير في هذا المسعى واستطعنا أن نصل قواعدنا في جل مساحات هذه الولايات الصادق المهدي كشف عن جملة من التحديات التي توجه الحكومة الحالية أكبرها التركة الهائلة من الإخفاغات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي تركها النظام المخلوع بجانب المحاصصات التي أدت إلى تسلغ والظهور فئات وصفها بقلة الكفاءة بحسب تعبيره وطالب المهدي القوة الدولية بتطوير مشروع أصدقاء السودان إلى مؤتمر دولي لدعم السلام والتنمية بالسودان النظام ده بواجه تحديات هائلة التركة المتقلة من إخفاقات أمنية واقتصادية ودبلوماسية والتي تركها النظام المخلوق وكذلك محاصصة بعض القوى المعارضة أدت إلى تسلق وظهور فئة قليلة الكفاءة مستهترة بتصريحاتها مما يأتي بمطار ونتائج عكسية زيارة الصادق المهدي لولاية الجزيرة وجدت استغبالا كبيرا في عدد من المدن والقرى التي تنتشر فيها قواعد الحزب خاصة في وسط الجزيرة صام الدين عباس الشروق ولاية الجزيرة مدينة الحاج عبد الله أكد ممبر السودانيين الوحدويين الحر حرصه على تنفيذ برامج طموح في منطقة أبيي بهدف دعم السلام والاستقرار هناك وبحث الممبر في الخرطوم خلال لقائه قيادات الإدارة الأهلية بمنطقة أبيي عددا من القضايا التي تتصل بالتعايش السلمي في المنطقة وقال الأمين العام للممبر أنس النور في تصريح للشروق إن الممبر يعكف على تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية لدعم وتعزيز السلام في أبيي مشيرا إلى أن الممبر يسعى لإشاعة السلام عبر ألية بناء السلام ويعادة الثقة بين أهالي منطقة أبيي من الميسيرية ودين كانوك منطقة غرب كردفان منطقة أبيي لإدارة الأهلية اليوم اجتمعنا معهم وتناغشنا وتشاورنا وطلعنا بنتائج جميلة إن شاء الله تجمع السوداني إن شاء الله وهنا الآن اتفقنا على أنه يتم تكويم مكتب للمنبر بالمنطقة من أجل السلام وتعايش السلمي وإن شاء الله نحن في إطار السلام وتعاون السلمي عندنا الأيام الجاية عندنا مساهمات كبيرة جدا إن شاء الله تجمع بين الأشغلين إن شاء الله وفي السياق ناشد العمدة محمد حمد ممثل لدارة الأهلية في منطقة أبيي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الإسراع في دعم المنطقة مشيرا إلى أن منطقة أبيي تعاني من ضعف مشروعات التنمية وغياب هياكل الدولة منطقة أبيي أخوان هي الآن منطقة تعاني من ضعف جديد جدا في الخدمات التنمية تماما والآن هذه المنطقة في عدد لا يفتهم به من المواطنين السودانيين المضررين ضرر كبير وبالغ جدا ونحن مادين يدنا لهذا المنبر والخيرين وللثورة الحرية والتغيير أنهم يخدوا هذه المنطقة في أعينهم وإمكانية إنها تبقى منطقة لأنه لا تخفى عليكم أن منطقة تبيي منطقة بترولية منطقة ذات غابات فيها موارد غابية فيها بترول فيها مواد معدنية أخرى أكد عضو المجلس السيادي حسن شيخ دريس دعمه لقضايا العلم والتعليم مؤكدا أهمية تهيئة المناخ الملائم للمعلم معتبرا قضية التعليم من أولويات الحكومة الانتقالية وأشار لدى مخاطبة الاحتفال باليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية الذي نظمته منظمة متاع المقوين للتنمية المستدمة بوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم بتعاون مع المنظمة الطلابية لمحو الأمية والمنظمة العالمية للأسرة والطفل والذي يأتي تحت شعار إتاحة العلوم أمام الجميع أشار إلى ضرورة السلام الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية موشيدا بمبادرة المنظمة والاحتفال بيوم العلم جعلت الوثيقة الدستورية السلام أولوية الأولويات وحددت له سخفا وزمنا لإنياذه نسأل الله أن يوفقنا في ذلك فقد بدأت مفاوضات السلام ونرجو أن تستمر وأن تصل إلى أحداثها ومراميه ومراميه السلام شأن عام السلام يجب أن يكون من اهتمامات شعب السودان بأكمله هذه الفعالية فعالية مقدرة وتستحق التقديم من جانبه أوضح ممثل وزارة التربية والتعليم الاتحادية محمد حمد الأمين أن الاحتفال باليوم العالمي للعلم تقليد درجة عليه المنظمة العالمية في العاشر من نوفمبر من كل عام ومن أهدافه ربط العلم بالمجتمع وتأكيد على دور العلماء ودع المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لجعل يوم الاحتفال نقطة انطلاق لنشر التوعية الخاصة بالعلم وأهدافه وصولا إلى تعزيز الوعي العام بدور العلم في المجتمعات من أبرز أهداف الاحتفال بهذه المناسبة ربط العلم بنحو أوثق مع المجتمع وإلى ضمان اطلاع المواطنين على التطورات في مجال العلم ونحن في وزارة التربية والتعليم الاتحادية ندعو جميع المسؤولين الحكومين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعلام الرسمي والشعبي والخاص والمواطنين بشكل أعم لجعل هذا اليوم نقطة انطلاق لأنشطة التوعية الخاصة فيما يتصل بموضيع اليوم وأهدافه أرست وثيقة الصلح بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة بمدينة شندي قيما جديدة لنشر ثقافة السلام وأكدت على همية وحدة السودانيين لضمان الاستقرار والسعي لمحاربة الجهوية والاحتكام لصوت العقل والقانون الموضوع ضلب عفو عن الغصاص الصلح خير نهج نتبعه العوضية الجعليين مع إخوتهم أبناء العبابدة فاستخدموا العفو والإصلاح فكان الأجر والبركة من الله نعم كان أخيرا هذا الصلح وتمج ذلك بالعفو تحت رعايتكم أخي الكريم رئيس مجلس السيادة فنظر الله أن تكون زخرا لهذا البلد ونظر الله التوفيق وكذلك نشكر كل من بادر وكل من ساهم في هذا الصلح وكل قيادات الغبائل ووفود الغبائل التي حضرت هذا المؤتمر والتحية عبرهم لغبائلهم في نواحي السودان المختلفة الصلح الذي تدعى له أبناء القبيلتين كان للعديدين من الخيرين من أبناء السودان من الولايات المختلفة من دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم وولايات الشرق سهمر وجعل لا سيما من القيادات الأهلية فضلا عن منظمات المجتمع المدني والخيرين من رجال المال والأعمال رغبة في إقرار الأمن والسلم الاجتماعي بين مجتمع متصاهر متجانس ربطت بينهم الوشائج مئات السنين ولم يتأخر عن الدفع بالإحسان لهذا العمل مغتربون من أبناء المنطقة وغيرها إن الهدي الرباني في إصلاح ذات البين حاضر يردده العارفون كيف لا فأجره لا تحده حدود ولا يقاس بالميزان فتقديره من الرحمن فإنتوا أولياء الدم ما قاعدين تعملوا في حاجة هي عبارة عن عادة اجتماعية لا إنتوا بتعملوا في نص ورد في كتاب الله عز وجل وبتبتغوا به أجرا عند الله في ثلاثة حاجات ما بخشنا الميزان كل شيء يوم القيامة بخش الميزان عشان يوزنوه حسناتك وسيئاتك وهكذا لكن في ثلاثة حاجات مرقا من الميزان ده الأول هو الصبر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والعلماء لما انجوا قالوا بغير حساب دي فسروها قالوا لا يكان لهم كيل ولا يوزن لهم وزن ولا يعد لهم عد بل يغرف لهم من الحسنات غرفا دي لالناس اللي بيصبروا والتاني الصوم الصوم لا يعلم أجره إلا الله يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الغدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والتالث ياه العدل ده والتالث ياه العفو ده قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله كم ما معروف مثلما أن جهد المجتمع المدني كان ماثلا في الصلح فإن الدولة كانت حاضرة عبر رئيس مجلس السيادة الذي رأى الإصلاح وذل العقباته ولاية نهر النيل ظلت تقدم المسألة الأعلى في التضحية وفي إظهار الصفات النبيلة لأهلها في كل مكان مجينا في السودان لقينا إنسان نهر النيل في كل مكان بنلقاهم دائما هم بقدموا الغدوة في التعامل الغدوة في التسامح الغدوة في التعامل الراغي مع كل الناس مع كل البشر أيضا في هذا المقام يجب أن نشكر شهدانا جميعا شهداء السودان اللي قدموا أرواحهم في كل مكان وآخرهم شهداء الثورة الثورة الآن نحن نتفيأ ظلالة هذه الثورة وهذا التغيير يا أخوان تغيير حقيقي تغيير حقيقي فيه تكامل لأدوار الشعب والغوات المسلحة صلح العوضية الجعليين والعبابدة الذي عفى الرقابة وأزال الغبن والضغينة وهدأ النفوس وأوجد السكينة نموذج يهدى للعالمين يقدمه أهل المنطقة والسودان وهو عهد لطرم توارثوه كابرا عن كابر مع منعثمان الشروق الخرطم وللحديث أكثر حول موضوع الصلحة الذي كان يوم أمس بين قبائل العبابدة والجعلين العوضية ينضم إلينا داخل الستوديو دكتور سيد صالح العبادي أمير قبيلة العبابدة بسودان أهلا بك دكتور مرحبا أهلا وسهلا وسعيدين أن نكون ضيوفا على حياة الشروق هناك في الحقيقة جهود كثيرة بوزلت يعني في هذا الصلح سواء كانت من منظمات داخلية في مجتمع ولاية نهر النيل أو كانت من أبناء ولاية نهر النيل في الخارج من قبلكم أنتم في العبابدة أو من قبيل الجعلين والعوضية بالتحديد حدثنا عن الحدث الذي أدى لهذا المشكل ثم جاء الصلح بعد ذلك نتحدث أولا عن ما الذي حدث حتى نربط الناس بترتيب الحدث طيب حقيقة منذ البداية كانت مشكلة بين شباب من أهلنا العوضية وأبناءنا من العبابدة وكانت مشاجرة عادية بين الشباب ونزغ الشيطان فيما بينهم ونتج من خلال هذه المشاجرة قتل من أهلنا العوضية ربنا يتقبلوا شهيدا وأيضا اتنين مصابين من أهلنا العوضية وماشت القضية مراحل التقاضي خلال ثلاث سنوات وثمانية أشهر حتى وصلت نهاياتها في مراحل التقاضي وكان الحكم النهاية بالإعدام شنقا حتى الموت لخمسة من أبناء العبابدة فهذه المراحل التي كانت سبب في الإشكالية هناك بدأت تدخل الجهود منذ بداية تقبل العزاء لقبيلة العبابدة وكان على رأس هذه الجهود التي بوزلت منظمة معروفة لدى كل السودانيين تنضوي تحتها كل قبيل السودان وهي منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة التي ساهمت مساهمة كبيرة في تزليل العقبات الأولى في كيفية أن يتقبل أهلنا العواضية العزاء من أهلهم العبابدة وتلقينا العزاء ومن بعد ذلك بدأت الجهود في كيفية وقف العدائيات وكيفية الناس تتحلى بالصبر وتحتكم إلى القانون حتى وصلنا إلى هذه المراحل التي كللت بالنجاح ونشكر من خلال هذا الاستوديو ومن خلال قناة الشروق كل القائمين على الأمر من منظمات المجتمع المدني والقبائل ونخص بالشكر الوجود الراغي لأهلنا في دارفورب وفي كردفان من صلاطين وشارتاي وكانوا حضورا معنا بالأمس في الصلح فلهم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام وهذه السوالف التي تكون دائما ما بين القبائل في بعضها البعض وكيفية حل المشكلات ما بينها عبر مجالس الصلح والجلسات الأهلية وصولا إلى هذه النتائج التي ترونها الآن والتي نرى من خلالها نموزج مشرف لكل أهل السودان وقيم أهل السودان نعم نحن نتحدث عن مرؤة أهل السودان وأنهم أهل نجدة وأنهم أهل حارة زي ما بنقول بعاميتنا أحيانا حينما يكون الموضوع دم تكون هناك بعض المشكلات تتعنت الوالدة التي فقدت أو الوالدة التي أصيب ابنها وتحدث مثل هذه الأشياء كيف ستطعتم تجاوز كل هذه المشكلات والتفاصيل الصغيرة في مبناها لكنها كبيرة المحتوى طيب حقيقة إحنا مرينا يمكن بثلاثة مراحل رئيسية المرحلة الأولى كان تدخل منظمة الإصلاح والمساء الحميدة الممثلة لكل قبائل السودان برعاسة أخونا اللواء الركن مرغن عكود والخيرين منها من المكتب التنفيذي وهؤلاء وصلوا القضية إلى مرحلة معينة ومن بعدها دخلت الجهات الرسمية عبر واليها اللواء عبد المحمود حماد والي ولاية نهر النيل والذي ساهم ومساهمة فعالة جدا في الوصول إلى هذه النتيجة بالجلوس والتنقل من الدامر إلى منطقة شندي وإلى كل الجهات وهذه كانت المرحلة الثانية وزللت كثير من الصعاب وجاءت المرحلة الأخيرة المكللة لهذا العفو بجهود سيد رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي نعتبره هو يعني أبا وراعيا لكل أهل السودان وقبل أن يكون حقيقة في هذا الموقع كان أيضا من أعضاء منظمة الإصلاح والمساء الحميدة قبل أن يتولى هذا المنصب وهو ضابط في الجيش وحضر معانا عدد كثير جدا من الصلح وكان مساهما فعالا في هذه المنظمة منذ أن أنشأت في العام 1997 نعم طيب يعني إذا تحدثنا عن أبناء السودان داخل السودان أو خارجه أبناء ولاية نهر النيل بالتحديد وأخص بذلك أبناء القبيلتين على وجه الدقة يعني كيف كانت كانت تفاعل هؤلاء مع هذه المشكلة ومن ثم دفع الديات ومراحل التقاضي المختلفة احتياج الناس لبعض الأموال للحركة وهكذا يعني كيف كانت وقفتهم في هذا الحدث طيب حقيقة في هذا الموقف لا بد أن نشيد بأهلنا العوضية ومن العوضية فرعا التليباب التامراب حقيقة لم تكن هناك أي ديات في هذه القضية وإنما يعني قدموا مثل وقدموا يعني ضربوا أروع الأمثال في القيم والكرم والوفاء والشهام والمروة بأن كان عفوهم خالصا أبيض لوجه الله سبحانه وتعالى لم يتغاضوا منا ولا فلسا واحدا فهذه محمدة لهم ولكن كعرف القبائل وتعاون القبائل فيما بعضها في كيفية إخراج هذا الصلح فكل قبيلة دائما تأتي بخيراتها وبهداياها إلى القبيلة التي لديها المصاب حتى يتعاونوا معهم في كيفية إخراج هذا الصلح وفي كيفية إكرام الوفود القادمة وكان جهد خالص من هذه القبائل في كيفية تقديم الدعم لا ننسى هنا أيضا وقفة الجهات الرسمية في إكرام الناس والوفود والمساعدة والمساهمة في هذا الموقف نعم أخيرا ما هي ترتيباتكم حتى لا تحدث مثل هذه الأشياء يعني الشباب موجودين بالتأكيد في كل القبيلتين عندكم أو في القبائل الأخرى في السودان نتحدث وهناك دائما المشكلات التي تحدث بين الشباب وما يطرى من أحداث يعني كيف ستقفون لترتيب مثل هذه الأشياء حتى لا تحدث في المستقبل إن شاء الله حقيقة يعني إحنا عندنا عادة في القبائل عندما تحدث مثل هذه المشكلة لا بد أن يكون لنا اجتماعات وجلسات ما بعد العفو وما بعد الصلح فبالعمس أنا كنت موجود في منطقتنا ووجهت كل أبنائنا وكل شبابنا إنه بعد الصلح والعفو لا بد أن تعود العلاقات القديمة ولا بد أن يكون هناك تصافي ولا بد أن يكون هناك تعاون ولا بد أن تكون هناك علاقات حميدة لأن هذا سالف يظل علينا ولا بد لنا من رده فالرده لن يكون من خلال أن تحدث مشكلة أخرى ولكن معالجة هذه المشكلة في هذا الوقت حتى إن الزمان كفيل بالمعالجة ولكن لا بد من مساعدة الشباب ولا بد من مساعدة عيان القبيلة لشبابهم في كيفية تجاوز هذه المرحلة وأنا الآن قادم من عفو في منطقة قري كانت بين أهلنا الشايقية والبطاحين فعفو أهلنا البطاحين عن قتيل لهم للشايقية وحضرنا هذه المراسم وكانت بحضور والي الخرطوم وهنا لا بد أن نشيد بوالي الخرطوم الذي ساهم مساهمة فعالة في كيفية إسكان هؤلاء المهجرين لأنه توجد بعض المعالجات حتى لا تعود مرة أخرى فمن ضمنها سحب الأسر المباشرة للمشكلة من المنطقة وتهجيرهم في أماكن أخرى وهذه بعض الحلول إذا كانوا في منطقة واحدة وفي قرية واحدة حتى تسكن الجراح وتهدأ النفوس ومن بعد نشوف إذا كان في معالجة مرحلة أخرى فهذا دائما بيأتي من أهل القتيل ونحن ما زلنا نتوقع من أهلنا العواضية المزيد من تناسي هذه الجراح وهذا الحسن العميق وهذا ديدا كل أهل السودان حقيقة ونحن هنا برضو نشيد مرة أخرى جهود القبائل وبالتالي القبائل من غرب السودان من شمال كردفان من دارفور من شرق السودان البني عامر البجا قبائل الشرق عامة قبائل الشمال ونحن في النهاية نحمل رسالة هذه الرسالة كقيادات لقبائل القبائل الموجودة في السودان اللابد من أن نتعالى فوق الجراح ولابد أن نتصاهر ولابد أن نتعاون ونتعاضد ونتساند حتى نخدم قبيلتنا الأم السودان وما نحن إلا مسميات قبيلة الجعاليين العبابدة الشائقية البطاحين الزرزيقات غيرهم فهذه مسميات الهدف العساسي منها هي القبيلة الأم السودان وبالتالي لا بد لنا أن نغير الفكرة القديمة والعصبية والجهوية حتى نخدم قبيلتنا السودان ونكون كلنا في خدمة القبيلة الأم السودان بالتأكيد نحن قطع صغيرة من فوسيفساء كبيرة تمثل السودان وقوتنا دائما في وحدتنا أكثر من اختلافنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد صالح العبادي أمير قبيلة العبابدة بالسودان كنت معنا هذا المساء حياة شكرا شكرا دعا ولي جنوب درفور هاشم خالد محمود لإمة ودعات بولايات درفور إلى التوسع في نشر الوعي الديني الصحيح بين المجتمعات وقال إن في ذلك السلام والاستقرار وتعميم الفائدة حتى تتشكل القاعدة الواضحة لكل المسلمين جميعا وهي الوسطية وأوضح الوالي خلال افتتاح ورشة تأهيل وتدريب الدعاة بولايات درفور أن في نيال أن الإسلام دين وسطية ويجب معالجة الانحرافات الفكرية التي تدعو إلى الغلو والتطرف بين المسلمين مطالبا الدعاة بالاستفادة من الوضاع المستقرة لنشر سماحة الإسلام والتسامح ومحاربة العصبية في المجتمع وأكد أن تكون منابر المساجد المرشد والموجه لتصحيح المفاهيم هي ورشة تدعو إلى الوسطية بعيدا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريد فالإفراط هو الزيادة والتفريد هو النقصان فنحن لا نريد زيادة ولا نقصانا فالزيادة هي التشدد والنقصان هو التهاون وإنما هي الوسطية بإذن الله سبحانه وتعالى دورتنا هذه التي تعنى بتاهيل الأئمة والدعاء بولاية الدارفور الكبرى تزعى إلى تجديد معاني الفهم الصحيح للدين وأحكامه في عقول والنفوس وواغع المسلمين موصولا في ذلك ممغرة وصول الإسلام ومصادير الأساسية بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من جهته أكد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إبراهيم التجاني أن الورشة جاءت في وقت مهم يحتاج فيه المسلم إلى إنزال المفاهيم الصحيحة للإسلام والدعوة بعيدا عن التطرف والغلو وقال إن اختيار البداية بولايات دارفور يأتي لهمية دور الأئمة والدعاة في المرحلة القادمة في التبشير بالتسامح والسلام ومحاربة العصبية الضيقة أردنا من هذه الورشة أن ننقرب بين وجهات النظر وأن ننشر التسامح لأن الدعاء وهم ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية هو نائب وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر فأردنا من خلالهم إن لم يكن الدعاء على فهم صحيح بالدين وإن لم يكن الدعاء على فهم الدين من ناحية الوسطية وإن لم يكن التسامح منتشرا بين الدعاء فلا يمكن أن يصل هذا التسامح وهذه الوسطية التي ندعو إليها إلى متأ العامة أكد والي البحر الأحمر حافظ التاج مكي همية الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلهام العظات والعبر من سيرته العطرة جاء ذلك لدى مخطبة احتفال حكومة ومواطن مدينة بورسودان بذكرى المولد النبوي الشريف بالساحة الشعبية وسط المدينة بمشاركة كبيرة من قيادات الطرق الصوفية ورجال الدين والإدارة الأهلية في ولاية شمال كردفان هنأ المدير العام لوزارة التربية والتوجيه ممثل الوالي عبدالواحد حمد النين هنأ المواطنين والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف جاء ذلك خلال مخاطبته ليلة الختامية للاحتفال بذكرى المولد الذي نظمته محلية شيكان بميدان الحرية في مدينة الأبيض بحضور قيادات الولاية التنفيذية ومديري الأجهزة الأمنية والشرطية ومشايخ الطرق الصوفية وممثليق والحرية والتغيير وقال المدين العام لوزارة التربية والتوجيه أن الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى يأتي لسلهام العبر والدروس من سيرته العطرة والتأسي بأخلاقه الكريمة وسير على نهجه إلى جانب تعميق معاني رسالته في وحدة صف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها انطلقت بحاضرة الولاية الشمالية دونغلا حملة كبرى لأسحح البيئة ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياض الولائي بالتعاون مع محلية وثور دونغلا ووحدات من القوات النظامية ومنظمات المجتمع المدني هذا وقد دشر الحملة بحي النصر ممثل الوالي اللواء شرطة محمد إبراهيم عوض الله مدير شرطة الولاية مشيدا بجهود ومبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالشمالية ومشاركة الواجهات والفعاليات بهدف إنجاح الحملة داعيا لتضافر الجهود وشحض الهمم وتوظيف الإمكانيات حتى تحقق حملة اصحاح البيئة الأهداف المرجوة حملة دي هي برعاية كريمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبمشاركة فعالة من كل الفئات في محلية دونغلا إذا كان فعاليات رسمية أو شعبية ممثلة في سوار دونغلا وقوى الحرية والتغيير والغوات النظامية جميع شرطة غوات مسلحة وهي الحملة الهدف منها حملة بتاعة نظافة وإزالة عنغاط وكذلك هي الهدف منها مكافحة للبعوض والزباف في الطور الماي من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة زروق عبد الفتاح أن الحملة تجيء في إطار المبادرات والبرامج والأنشطة التي يقودها المجلس لتفجير طاقات الشباب والمساهمة في البناء والتعمير وخدمة المجتمع مشيدا بالجهات والفعاليات التي شاركت في هذه الحملة هذه الحملات هي حديقة مبادرة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية وشباب سوار دونغولة وبعد ذلك اتصلنا بكل الفعاليات مشارك معنا إن شاء الله القوات النظامية المختلفة محلية دونغولة ووحدة دونغولة مياه المدينة وجمعية الهلال الأحمر الكشافة والمرشدات الشباب بكل مكوناته في مدينة دونغولة هذه الحملات إن شاء الله ستستمر لمدة 8 أسابيع تغتي كل الأحياء وتشمل على رش البعود في الطورة المايو ونقل القمامة إلى خارج المدينة في المكبات المخصصة إلى ذلك أكد ممثل ثوار دونغولة ياسد فؤاد الشيخ أن مشاركتهم في الحملة جاءت للمساهمة في نظافة وتجميل المدينة باعتبارها عاصمة الولاية الشمالية والوقوف في خندق واحد مع الحكومة والفعاليات والقطاعات المختلفة من أجل البناء والتعمير والنهضة وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة على أرض الواقع سوار دونغولة هو جسم فعال جدا جدا في خدمة المجتمع كل الشباب وكل الشرائع حق المجتمع في سوار دونغولة الآن هم أيد للبناء والتعمير بإذن الله تعالى ودي أول انطلاق علينا وإن شاء الله حيكون هناك أعمال كثيرة خالص خالص ونتمنى أن الناس كلها جماعة تقيث مع سوار دونغولة لأنه في النهاية نحن هدفنا الأول والأخير أنه كيف نبني هذه المدينة كيف تكون هذه المدينة في مصاف المدن الكبرى إن شاء الله احتفل تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في السودان بتخريج متدربي قادة المنظمات الوطنية حول تدريب المدربين التي أقامها التجمع بالتعاون مع مركز غانك واستهدفت أكثر من أربعين من قيادات المنظمات الطوعية وكذل من العام لتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في السودان نادر عبدالقادر أن الدورة هدفت لرفع قدرات قادة هذه المنظمات من أجل قيادة العمل الطوعي في البلاد مؤكدا أن التجمع سيواصل برامجه في هذا الجانب